السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كفتة الحيتي او زي ما هتسموها كفتة الحيتي الاقتصادية كفتة العيد كل سنة وانتم طيبين طبعا عيد الاضحى خلاص قرب يا رب يجعلوا عيد سعيد عليكم جميعا يا رب هنبتدير حضر بقى مقادير الكفتة زي ما انتم ما شايفينها قدامكم اهيه معي هنا اول حاجة نصف كيلو من اللحمة المفرومة ومعي هنا جزء من اللية عشان عايزة اللحمة بتاعتي يكون فيها نسبة من الدهون فانا اتعطاها كده كده صغيرة او ممكن تبشريها بالمبشرة ومعي هنا بصلوية كبيرة او بصلتين يكونوا حجمهم وسط مبشورين ومعي هنا الاضافات الجديدة معلقتين من النشا اه ما تستغربوش النشا هيدينها طعم حلو معي بداية مش هستخدمها كلها تابعوا معي الفيديو عشان تعرفوا بس انا هعمل ايه وبالنسبة للتوابن معي هنا ملح وفلفل اصمر وشوية من ورق اللوري المطحون وشوية بابريكا وهنا معي مكعب مرأ انا مقصة روحة الصغيرة وتوم بودر وبصل بودر ومعلاقة صغيرة من البيكنج بودر او خميرة الحلوة هنبتدي بقى نجهز معينا الكفتة زي ما قلت لكم هاديف عليها مكونات جديدة وهي النشا والبيض اول حاجة هبتدي افصل البيضة بتاعتي هفصل البيضة لوحده والصفار لوحده لان انا مش هستخدم البيضة كلها انا هستخدم بيض البيض بس طبعا مش عايزيكم تستغربوا تقولوا بيض ونشع على الكفتة جربوا الطريقة انا عملتها قدامكم وعايز اقولكم تعمها جميل جدا وان شاء الله تجربوها بنفس الطريقة وحتعجبكم كده خلاص انا فصلت البضاية وخليت البيض لوحده وخليت الصفار لوحده انا كده خلاص شلت صفار البيضة هبقى استخدمه في اي حاجة تانية وخليت معي البيض بتاع البيضة هو ده اللي انا هستخدمه دلوقتي هبتدي اخد شوية من البصل زي ما قلت لكم الكفتة دي كفتة الحياتي الاقتصادية يعني مش هتكلفنا كتير لان احنا مش هنعصر البصل مش هناخد التفل بس لا انا هستخدم البصل كله بس هنا انا هياخد شوية من البصل وهحط عليهم شوية صغيرين من الملح وبقيدي كده هبتدي اضغط عليهم لحد ما ينزلوا ميتهم انا عيدة شوية صغيرين من ميت البصل اللي هبتدي اصبع بيهم الكفتة في الاخر خلاص كده انا هحط بقية البصل دوت هرجعه مكانه تاني وهخلي شوية ميت البصل دول هستخدمهم في تصبيع ان انا اصبع بيهم صوابع الكفتة في الاخر خلاص مش هعصر البصل كله زي ما قلت لكم انا هعمل الكفتة في الكبة لو مش متوفر عندك الكبة اعمليها بيدك انا بعملها بيدي بس عشان التصوير وكده حبيت اسهل على نفسي وهعملها في الكبة دلوقتي هحط اللحمة والليا اللي انا مقطعها كتا صغيرة في الكبة وهحط عليها بقية المكونات حابة بس اقول معلومة مهمة جدا عشان تجربوا الوصفة وتنجح معيكم وبمنتهى الامانة وبمنتهى المصداقية لو هتستخدموا الكفتة او هنعمل الكفتة في الكبة ما نحطها ما تخليهاش تلف كتير هي دوبك تاخد لفتين اتنين علشان ما تعجنش معنا انا كده دفت كل المكونات دفت النشا مع لقتين النشا واخر حاجة حطيت النشا والتوابل والبصل والليا واللحمة حطيت كل حاجة اخر حاجة حطيت بياض البيض وانا ما حطتش البياض بتاع البداية كلها خدت نص بياض البيضة بس وزي ما قلت لكم مش هخليها تلف كتير يا دوبك المكونات كلها تلف مع بعض وخلاص على كده مش هخليها تلف كتير علشان الوصفة تطلع نكحة معاكم ودلوقتي حبتدي بقى اسيخ الكفتة بتاعتي علشان اخليها مفرغة من جوة هيخد اسياخ بتاعة الشيش طوق انا خدت منهم اربعة علشان يدوني التفريغة المظبوطة زي الاسيخ اللي هي الجهزة وبليت ايدي من ميت البصل وببتدي اصبع الكفتة بتاعتي اهو بمنتهى السهولة طبعا الطريقة بينها قدامكم اهو شايفين الكفتة بتاعتي متماسكة كويس جدا ما بتقعش منها على الاسياخ وبايدي كده هبتدي اعمل لها الشكل ده هعمل معاكم واحدة كمان خدت اربع اسياخ من الشيش طوق وبليت ايدي من ميت البصل وخدت كده كمية محترمة من اللحمة اللي انا فرمتها معيكم مع النشا والبيض ويض البيض وحبتدي اصبعها كده على السياخ الشيش طوق عايز اقول لكم طبعا حجم الكفتة ما شاء الله حجمها كبير جدا يعني ممكن الكفتة يتكفي شخص يعني ما ياخدش واحدة كمان وبايدي كده برضو هبتدي اعمل لها الشكل الجميل ده طبعا شايفين الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة انا خلصت بقية الكمية علشان ما طولش عليكم الفيديو وعملت لها الشكل ان اقولت لكم عليه بما بين ايدي كده وابتدي اضغط على السياخ الكفتة دلوقتي هبتدي اجهز الجرل بتاعتي او الشوية ولو مش عندكم الشوية ممكن نشويها في الفرن وفي الاخر نحط لها فحمة وان شاء الله حبقى اعملها معاكم مرة تانية بس طريقة مختلفة وحشويها معاكم في الفرن الجرل اللي بتاعي معايا بقى سخن جدا ودي اهم تكة علشان الكفتة بتاعتي تطلع مزبوطة وما تلزقش في الجرل خلاص هتأكدت ان هو بقى سخن جدا وكمان باين قدامكم هبتدي ارسط عليه اسياخ الكفتة اهو بالمنظر ده كده طبعا انا هنا ما حطتش مية في الجرل بتاعتي من تحت عشان هي ليها غطى فالبخار بيتكون على الكفتة من جوة انا هقفل عليها علشان زي ما انتم ما شايفين اهو البخار بيبتدي يشتغل في الكفتة من جوة وتتشوي وما بتكونش نشفة بنكون طريقة كمان علشان البخار بس لو انت الشوية بتاعتك او الجرل الموجودة عندك ملهاش غطى ممكن تحطي فيه الشوية من تحت شوية من المية مع شريح من البصل هتدي برضو تراوة كده لي الكفتة وحتخليها طريقة وشريح البصل مع المية هتديلها ريحة حلوة ودلوقتي بالماسك كده ببتدي اقلبها على كل الجوانب عشان تتشوي معاينة وتدلنا الشكل الجميل اللي انتم شايفين وعايز اقولكم الريحة بتاعتها بجد جميلة جدا وطعمها كمان في منتهى الجميل وده الشكل النهائي للكفتة عايز اقولكم والله طعمها في منتهى الجميل ما تستغربوش المكونات او الاضافات الجديدة اللي انا حطيتها اللي هي النشا او بيود البيض لا هتجربوها بنفس الطريقة وحتعجبكم والله طعمها في منتهى الجميل واقتصادية بتوفر معانا طبعا كمية اللحمة مش بنعصر مية البصل ودلوقتي يبقى طعم معاكم واحدة اهوة عشان اواريكو برضو ان هي من جوة مش مكتومة عشان انا حطى لها بيكنج باودر اهو شايفين طريقة ازاي عايز اقول لكم رحيتها وطعمها الحكم لكم انتم لما حتجربوا الطريقة بنفس التكات بنفس النشا وبيض البيض وكل حاجة اللي انا جربتوها ان شاء الله حتجربوها بنفس الطريقة وحتعجبكم وما تنسونيش بقى اللي يشوف الفيديو يعجبه ياريت يدوس لايك واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل جرس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي بقدمها ويا رب تكون كفتة الحاتي او الكفتة الحاتي الاقتصادية تعجبكم بالتكات الجديدة ويا رب كده يقدرني وقدم لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة